تحياتي و أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من قصة كل جمعة اللي بتجيكم مني أنا محمد عوال عبر قناة سيربي سبورت الأكثر تنوعا من حيث أشكال و أفكار المحتوى عشان هيك بقولكم تشتركوا فيها حلقتنا اليوم مش عن حدث الصغير حلقتنا اليوم عن موسم كامل حسب اعتقادي الشخصي كان أهم موسم كرة قدم في أخر عشر سنين موسم بأحداثه بتفاصيله بقراراته رسم شكر كرة القدم لسنوات حتى يومنا هذا حنحكي بتفاصيل هذا الموسم ولكن كثير ناس بالتعليقات وأنا دائما بقرأ التعليقات اللي بتطلب القصص في اليوتيوب وفيسبوك وتويتر عم بتطلبوا قصص عملتها يعني عملت في الماضي لأنه بتعرفوا المشروع هذا المشارع الحمد لله مستمر إلو فترة والمطلوب بس لو سمحتوا في قائمة تشغيل أنا عملها باليوتيوب في قائمة تشغيل أنا عملها بالفيسبوك اسمها قصص الجمعة روحوا شوفوا الموجود و بتأكدوا أن القصة اللي بتنطلب مش موجودة في تقريبا صار ستين أو سبعين قصة أعتقد حلو كثير تروحوا تشوفوهم وتتسلوا فيهم بهالشهر الفضيل وأنا بعمل قصة تشيلسي الماضي اللي هي كانت قصة مطولة عن فوز تشيلسي بدور أبطال أوروبا 2012 بتمنى تروحوا تشوفوها خطر بالي إنه هذا موسم 2011-2012 موسم مش طبيعي بكورت القدم هذا موسم غير ملامح اللعبة لسنوات بعدها فقلت خلينا نعمل قصة الجمعة بهذا الشكل والروح دولة دولة نبدأ من البريمير ليغ في صيف 2011 منشستر سيتي اشترى سيرجو أكويرو اللي تحول لأسطورة من أساطير هذا الفريق وأسطورة من أساطير البريمير ليغ هذا أول شيء لكن مش هذا كل شيء الدوري ذلك 2015-2012 كان من أجمل دوريات البريمير ليغ على الإطلاق وصلنا الجولة 32 من يونايتد يتقدم على من سيتي بفارق 8 نقاط الدوري انتهى مبروك يونايتد سيتي عمرك ما حجي بالدوري حتى لو تغيرت الملكي وصار معك فلوس لكن في الجولة 33 وبحضور حارسنا العماني عن الحبس كأساسي مع ويغان مفاجأة كبرى ويغان بيهزم من يونايتد 1-0 وبتقلص الفارق لخمس نقاط يونايتد استعاد ربطت جأشه بالجولة 34 وفاز وبالجولة 35 كانت مباراة لا تنسى لمروان فليني بس مش مع من يونايتد كان مع إيبيرتون مروان فليني عم بعذب يونايتد بقيادة المدرب ديفيد مويس معاه يعني اللي راحوا الاثنين مع بعض على يونايتد بعد ذلك الاثنين عم بيقلبوا النتيجة رغم تقدم من يونايتد 4-2 على إيبيرتون للدقيقة 3-80 واعتقادنا انه الدوري انتهى المباراة الضيلة ضيلة واحدة مع السيتي ومبارتين مضمونات لليونايتد لكن اللي حصل في الليني صنع هدفين في دقيقتين 83-84 واستطاع إيبيرتون يتعادل ليصبح الفارق ثلاث نقاط في الجولة اللي بعدها على طول من سيتي بيهزم يونايتد بهدف مقابل لشيء برأسية من كومباني ومن هون بدأنا نتساوى بالنقاط ما بين الفارقين سيتي يملك أفضلية الأهداف فكانت المباراة التاريخية في الجولة 38 مع كوينز بارك رينجرز لما ظل السيتي متعادل 2-2 لللحظة الأخيرة ثم بأسست واحد عملوا بلوتلي طوال الموسم سقدر فيه يعطي أكويرو الكرة اللي سجل صاروخية رهيبة بتعليقات لا تنسى بكل لغات العالم أكويرو بيعطي مانشستر سيتي لقب الدوري الأول أكويرو بيعطي مانشستر سيتي طموح أن هذا المشروع يصبح أكثر استقراراً أكثر تسرعاً بمسألة الألقاب فتحول لمشروع رياضي كامل يشاد به من كل مكان ذلك الموسم في إشارات ومؤشرات عديدة أنه كان سبب برحيل السر أليكس فريكسون بعدها بموسم واحد فقط لأنه شعر مع العمر مع الضغط اللي عم بيصير في كرة القدم لم يعد ربما قادر على احتماله هو موسم غير عقلية الستي هو موسم ربما تسبب برحيل فريكسون هو موسم فوز تشيلسي بدور الأبطال وفوز تشيلسي بدور الأبطال مش مزحة مش لقب فوز تشيلسي بدور الأبطال غير عقلية النادي اللي بيحاول يجمع نجوم لعقلية نادي بعدها تغيرت كل استراتيجيته أنا خلص حققت اللقب اللي بديها حققت الدوري الآن تعالوا نحولها بزنس فبدأت استراتيجية المواهب والشباب وفي ذلك الموسم للعلم تشيلسي اشترى لوكاكو من أندر لخت البلجيكي وشوفوا قدش لوكاكو لعب دور مالكا الموسم فعليا في إنجلترا رسم ملامح كرة إنجليزية مختلفة عندما أنهى ظاهرة التوب فور تماما منشستر سيتي وأنهى يعني كان ارتوتنها محاولين نهيها الموسم اللي ماضي ولما هون فانتهت ظاهرة التوب فور وتكونت ظاهرة جديدة هي التوب سيكس الروح على الليجة بداية ممتازة في ريال مدريد ثلاث انتصارات متتالية لمورينيو في تعثر لبرشلونة ثم فجأة بيسقط ريال مدريد مع ليفانتي بهدف مقابل لا شيء الناس قالت لك موريني شكله مرة ثانية حيضيع الدوري بـ 2011-2012 كان موسمه الثاني في المباراة اللي بعدها عم بتعادل سلبي مع ريسينج سانتاندر الناس وقفت قالت لك لأ صار في مشاكل كمس نقاط بجولتين وفي المباراة السادسة مع رايوفاليكانو وبعد دقيقة أولى بتقدم لعب يكل بيعرفوا أيامها اسم ميتشو عم بيسجل هدف الأول بعد دقيقة فالكل تفرج شكله مورينيو حينطرد بسرعة ريال مدريد ما حدا بيصمد فيه بالنتائج السلبية لكن ردة فعل ريال مدريد بتلك المباراة كانت رهيبة فالستة اثنين رغم أنه لعب تقريبا طول الشرط الثاني مطرود منه واحد اللي هو أنخل دي ماريا بعدها أصبح ريال مدريد فريق آخر انطلق نتائج كبيرة على الفرق التغير والمتوسطة والكبيرة ربما خسر بالذهاب أمام برشلونة ولكن في الإياب وصلنا الكامب نو والفارق أربع نقاط فقط والمباراة في ملعب برشلونة تلك المباراة كان ثمنها ضيع دور الأبطال على ريال مدريد وبرشلونة لأنهم الاثنين كان عندهم إياب مع بايرم يونيخ وتشيلسي مباراة ملحمية من برشلونة وريال مدريد النتيجة واحد واحد لعندما أزيل مرر تمرير عابرة للقارات لعندما وصلت كريستيانو رونالد وراوغ فالديس وسجل مش هون كل شيء في تلك اللحظة في احتفال مستحيل ينساء مدريدي احتفال كالما كالما الهدوء الهدوء لجماهيد برشلونة اللي قالت بعض الصحف أنهم كانت تهاي الجماهير عم تصرق لللاعبين تعون فريقها برشلونة اسحقوهم اسحقوهم عن ريال مدريد فكان راد رونالدو اهدو اهدو هذا الموسم ريال مدريد حقق فيه رقم قياسي بتحقيقه 100 نقطة وكانت ذلك اللحظة رقم قياسي ذلك الموسم كان تحول ميسي لوحش تهديف لا يعقل ومنعرف أنه في 2012 حقق رقم قياسي مرعب من عدد الأهداف بموسم واحد ذلك الموسم حول ميسي من اللعب النجم الرائع جدا إلى اللاعب الأوحد في أمام المرمى في أوروبا كلها ميسي تحول لوحش حقق أرقام قياسي كثيرة عبر ذلك الموسم وذلك الموسم كان سبب في رحيل بيبي جوارديولا عن برشلونة رسم هذا الخروج تحول ميسي أيضا للمكينة الأهداف الثقة اللي أخذها ريال مدريد بنفسه بعد ذلك الموسم اللي فاز به بالدورة على أقوى فريق عرفة أوروبا بالعصر الحديث خلت كل شيء بعد ذلك يتغير لعبين ريال مدريد أصبحوا أكثر ثقة أقوى شخصية وذلك سهم بالتأكيد بربعية الأبطال أكيد تحول ميسي لمكينة أهداف سهم بكثير إنجازات لبرشلونة والأكيد الأكثر إنه لما تشوف جوارديولا عم بيطلع برشلونة عم بيخسر والكرة في ألمانيا وإنجلترا عم تكسب وجوده وللعلم في ذلك الموسم بدأت قصة نهضة أثلتكو مدريد الحقيقية تمشيرا أرداتوران كورتوا فالكاو والبرازيلي دياغو اللي ساهم بشكل أو بآخر بفوزهم بالدوري ثلاثة من هذور الأربعة ساهموا بالفوز بالدوري أما الرابع فالكاو فتم بيعه ثم إعادة استثمار أمواله بشكل مستمر وهذا الشيء بنى أثلتكو مدريد المنعرفه أثلتكو مدريد في ذلك الموسم فاز أيضا بلقب الدوري الأوروبي سيميوني أخذ الثقة ليستكمل مشروعه حتى يومنا هذا وللعلم في ذلك الموسم تم حسم الجدل تماما بشأن الإعلان التجاري على قميس برشلونة اللي كان رافض يحط إعلان تجاري من منطلق القيم وكرت القدم لكنه أدرك أنه لابد من التغيير في ذلك الموسم ربما تم وضع الإعلان بعدها موسم لكن في ذلك الموسم انتهى الجدل كل الأخبار والتقارير تؤكد ذلك وفي ذلك الموسم بدأت مفاوضات بيع بلانسيا بعد وصوله إلى نقطة اللاعودة ماليا كثير ملامح الدورة الإسبانية تغيرت من هناك نروح على إيطاليا ونشوف أهمية ذلك الموسم في كرة القدم بكف أقولكم ذلك موسم هدف منتاري اللي عملنا عن نقطة أيضا مطولة جدا في ذلك الموسم يوفينتوس عم بيجي دربه لعب سابق قائد سابق أنتونيو كونتي وعم بفوز لأول مرة بالدوري بعد الكاتشوبولين ومن يومها وهو بفوز تسع مواسم بذلك الموسم بدأت ملامح تراجع ميلان ربما جمهور ميلان يشعر لليوم بالظلم بسبب هدف منتاري لكن الفشل بالفوز بالدوري بغض النظر عن أسبابه أدت إلى بدء انحدار هذا المشروع خصوصا أنه كان عندنا خروج زلتان بالصيف وحنحكي ليش لما نوصل فرنسا وفي ذلك الموسم أعلن موراتي رسميا أنه بدأ مفاوضات بيع انتر ميلان موراتي اللي أنفق من يوم ما وصل لعن ما طلع من انتر ما يقارب مليار ونص يورو في سوق الانتقالات الرجل اللي كان يأمن أي نقص من فلوسه الرئيس التاريخي أيضا قرار يغادر الانتر كان بداية نزول انتر وميلان وصعود يوبنتوس والسيطرة لتسع سنوات ارتسمت مرامح الدوري الإيطالي تماما في ذلك الموسم تحديدا وعشان أزيدكم من الشعر بيت بخصوص إيطاليا في ذلك الموسم تم شراء كافاني لنابولي وبدأ مشروع نابولي مرحلة مختلفة جدا من طموح كرت القلب أما في ألمانيا ففي قسطين مهمات جدا أولا كلوب يواصل الهيمني مع دورتمند ويفوز بالدور الألماني بس أهم بعد الموسم الأول العادي لليفاندو فيسكي مع بروسيا دورتمند في الموسم الثاني سجلت 22 هدف بالدور الألماني الجميع أدرك هناك مكينة أهداف رهيبة يملكها يورغن كلوب وتخيل البوندس ليغا آخر 9 سنين لو ما فيه ليفاندو فيسكي لو ما فيه تلك المكينة التهديفية هل بايرن كان حيحقق في الأثيات الموسم الماضي هل دورتمند كان حيحقق معجزة النهاية تاعة 2013 وكم نادي اسمعنا باسمه بحاول يشتري ليفاندو فيسكي وفي ذلك الموسم أيضا انضم رالف رانجينيك لليبزيك والقصة بعد ذلك بنعرفها تحول ليبزيك بصعود سريع جدا للبوندس ليغا خلال سنوات وتحول رمز وقيمة مهمة جدا في الدور الألماني حتى يومنا هذا ذلك الموسم ما كان مزحة كثير في الدور الألماني أيضا لسبب آخر بارمينخ غضب كثير بالصيف بعد ما خسرت دوري ودع عم صفوفه وأبقى هاينس وفاز بالثلاثية التاريخية اللي بنعرفها الأولى ما بين 2012-2013 وعلى جنب هناك كان في مونشنجلات باخ شاب صغير اسمه ماركو رويس عم بوصل قمة مستوى وبعدها انتقل لدورتموند وبتعرفوا شو يعني رويس بالنسبة لدورتموند نتكلم عن موسم رسم كثير ملامح من اللي معرفها بدور الألماني ليومنا هذا خلونا نروح على فرنسا وفي فرنسا كان في خبر مهم جدا مؤسسة قطر للاستثمار تستحوذ على بريس سان جيرمان يعني بدأ بريس سان جيرمان بنعرفه ذلك كان في نفس الموسم بتكلم عنه 2011-2012 في ذلك الموسم بريس سان جيرمان ربما جلب بعض اللاعبين لكنه ما كان هدفه بداية سريعة لكن فعليا بريس سان جيرمان في بداياته اتسبب بتفريغ الدور الإيطالي من معظم نجومه نتجة علاقات ليوناردو القوية هناك بريس سان جيرمان أصبح جزء أساسي من كرت القدم الأوروبية بلا منازع وأصبح قوة معروفة صاحب أغلى صفقتين بتاريخ كرت القدم نايمار وإنبابي وللعلم ذلك الموسم رسم ملامح مهمة بالدوري الإنجليزي من فرنسا ليش؟ لأنه مونبليا كان عم بفوز بالدوري من اللي كان عم بقود مونبليا؟ جيرو اللي انتقل بعدها إلى أرسنال ثم تشلسي أكيد جيرو من الأسماء المعروفة لرسمة ملامح لكن كان فيه خبر آخر فيه لاعب هناك بلجيكي كثير ناس كانت تتفكروا ببرازيلي من مهاراته بنتكلم عن إيدن هازارد مع ليل المتقلق للغاية واللي حاولت كل الأندي تقدم العروض وفي النهاية اختارت تشلسي بتغريدة شهيرة قال فيها اخترت أنا ألعب مع بطل أوروبا يعني في ذلك الموسم فزيد تشلسي بدور الأبطال كان سبب بتعاقد تشلسي مع هازارد موسم معقد تفاصيله صغيرة لكن كل قرار فيه بأثر على المستقبل وفي ذلك الموسم في فرنسا هبط فريق بيعرفوا اللي كانوا يتابعوا كرت القدم بالثمانينات والتسعينات هبط أوكسير بعد 32 سنة من البقاء ومن يومها ما رجع أوكسير اللي بنعرفه مش هذا كل شيء على الهامش بدأت تتكون أفكار غريبة في كرت القدم فجأة طلع نادي اسمه أنجي ما بنعرف مين مالكو ولا من وين فلوسه هذا الشخص جاء وقال لك أنا بدي أعمل أنجي أعظم نادي في كرت القدم اشترى سامويل إيهو وروبرتو كارتوس وبدأ مستعد يدفع فلوس بجنون لكل الناس لمستوى أنه يقال أنه قدم عرض بقيمة 100 مليون يورو لبورتو مقابل هالك والنادي البرتغالي ما سدق هذا العرض وما حد قد يقتل عنها الطبيعي نادي ارتبط اسمه بميسي ورونالدو من كثر مكان مستعد يدفع شك على بياض بدون نقاش أنجي كان سبب رئيسي جدا في ارتفاع قيم اللاعبين بشكل سريع للغاية وبارتفع مطالبهم المالية بالعقود ممكن البعض بركز والله إجاءة مانشستر سيتيو بريستان جيرمان أو في الماضي بيريز وبرلسكوني كانوا يعملوا صفقات غريبة وأرقام عالية لكن أنجي كسر المنطق أنجي صار يقول لك اللاعب اللي بعشرة بستين ليش ندفع عشرة خد ستين وفي سوق انتقالات ذلك الموسم أخبار مهمة جدا في كرت القدم بايرم يونيخ يتعاقد مع مانيون نوير وبنعرف شي يعني نوير لبايرن ولألمانيا بصفته حارس بايرم يونيخ مانشستر يونايتد كان عم بتعاقد مع ديخية أيضا حارس خدمه لعشر سنوات تقريبا وليفربول كان عم بيتعاقد مع قائده الحالي هندرسون القائد اللي شكر بعبر حملة إلغاء دور السوبر الأوروبي القائد اللي حمل لقب لبرمير ريج المنتظر وفي ذلك الصيف أيضا تاعة 2011-2012 كان في نادي اسمه ملقة نادي عانى ماليا جدا بعد ذلك لكنه في ذلك الموسم راهن الرهان الكبير واشترى لعبين كانوا معروفين سانتي كازولا وتولا لام وبالنهاية ملقى لعب دور الثمانية في دور الأبطال السنة اللي بعدها وهذا كان إنجاز لا ينسى في تاريخ النادي اللي بعد ذلك دخل بمشاكل مالية حد الإفلاس وفي موسم 2011-2012 اكتملت الرؤية كاملة بخصوص شيء بنعرفه جميعنا قانون اللعب المالي النظيف لكن طلب أنه يتأجل تطبيقه لعام 2015 بس في ذلك الموسم انتهى يعرفنا جميعنا إنه كان قانون اللعب المالي عم بيجي ليش؟ لأنه أيضا في ذلك الموسم كثير فرق بدأت تفكر بإعلان إفلاسها كثير فرق نعرفها كانت معروفة بكرة القدم بورتسموث وغيره اختفت عن الخارطة بشكل سريع وفي ذلك الموسم بدأ الجميع يحاول استنساخ فلسفة برشلونة صنعنا نشوف أكثر مدرب عم بيطلع وبدأت الكرة الجديدة تطلع فكرة الإحصائيات والأرقام المنتشر الآن ما بذكر أني كنت أشوفها بالصحف والإعلام قبل 2011-12 بشكل قوي بعد 2011-12 صارت تطلع المواقع وبتوصلنا وتنتشر في العالم والناس عم تاخد هذه المعلومات وبترجع تنشرها في ذلك الموسم كان في نقلة تكنولوجية إحصائية لكرة القدم ربما يجيني واحد بالتعليقات يقول لي في موسم كذا أو كذا هذا حقك احكي لي وشرح لي زي ما شرحت لك لأنه أنا شخصيا لما كل ما أحاول أتأمل بمواسم كرة القدم ما أعتقد في موسم كان فيه نقاط تحول صغيرة أو كبيرة قادرة ترسم صورة كرة قدم لسنوات مقبلة مثل هذا بسمع بتعليقاتكم شو أهم موسم بالنسبة لكم بآخر عشر سنين في كرة القدم وليش لو سمحتوا وخلال ذلك لازم تعملوا لايك على الفيديو وتشتركوا بقناة سيفي سبور والسلام عليكم ورحمة الله موسيقى